رئيس الجمهورية برام صالح أكد أن اغتيال المتظاهرين جرائم لا تغتفر مشددا على ضرورة استعادة ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية وخلال لقائه سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي أكد صالح أن الانتخابات المقبلة مفصلية وتأسيسية وتأتي بعد إجماع وطني واسع على أن تجاوز أخطاء السنوات الماضية من جانبه دعا زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي الأجزة الأمنية إلى وضع حد لجرائم السياسية والكشف عن المتورطين باغتيال الناشطين وأصحاب الرأي العبادي أكد أن ائتلاف النصر وبقية قوى الدولة بصدد تفعيل الاستجوابات والمساءلات النيابية للكشف عن طبيعة الجرائم السياسية لافتا إلى توجه ائتلافه إلى ممارسة مزيد من الضغط للكشف عن القتلة والوقوفي تجاه تراجع اشتراطات الأمن الانتخابي وعموم الأمن المجتمعي